فصل مالية مصرف لبنان عن الدولة والأسلوب الذي يعتمده حاكم مصرف لبنان بالإينابة وسيم منصوري مذ توليه ما هامه الجديدة منصوري طرح خلال لقائه أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي رؤيته للمرحلة المقبلة متطرقا إلى الفجوة المالية البالغة 70 مليار دولار سائلا من سيتحمل هذه الخسائر الحاكم بالإينابة كرر موقفه أن قراره صائب برفع الدعم مؤكدا أن الدولارات التي تصرف لموظفي القطاع العام ليست من المركزي إنما من مداخيل الدولة تستمر الدولة اللبنانية بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأمريكي بالنسبة لألنا كمصرف مركزي نوافق على هذه الآلية من منطلق نقضي بحث وبالنسبة للدولة اللبنانية وبالنسبة كمان لألنا من محل تاني هذا أمر بيأمن استقرار معيشي واجتماعي لحوالي 400 ألف عائلة هذه الأموال المدفوعة هي بالكامل من الدولة اللبنانية ومن مداخيل الدولة اللبنانية المصرف المركزي اللبناني من 1 أب 2023 ما طلع من عنده ولا دولار واحد تمويل للدولة اللبنانية وما رح يطلع بقى تمويل إطلاقا لهذا التمويل الحاكم المركزي ربط بين استعادة المدعين لأموالهم وإقرار القوانين الإصلاحية لسيما إعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي وأكد ثاباته على قراره أنه لي يمويل الدولة تغيير بسياسة المصرف المركزي ما رح يصير لا تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار ما رح يصير في تباعة يعني من ناحية المبدأ الاستقرار ما يكون موجود مقدار الجباية بالدولة اللبنانية بالشهر الماضي كانت بحدود لعشرين تريليون ليرة الشهر الحالي عشرين تريليون ليرة وإذا تمر الأمر على هذا المنوال مصاريف الدولة الأساسية مؤمنة يعني ممكن نقدر نحصل على توازن مقبول وعلى استقرار مقبول بس برجع بكرر هذا الاستقرار بيضله استقرار هاش إذا ما فصل فيه تسوية ومتمنى تصير في تسوية ربا نحن عم نجمد الحالة المالية والنقدية إلى حد ما بانتظار وصول حلول لا يجوز أن لا يكون هناك إجابة للمواطن اللبناني ولا الموضع اللبناني عن وديته أما رئيس المجلس شارع عربيت فتطرق إلى موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موضوع أساسي هو التعويضات تعويضات نهاية الخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي وعند المهن الحرة وغيرها هذا عمل الناس، تعب الناس، عرق الناس ما يهم الناس هي كمان أنه بس تطلع من العمل يكون فيه عنده تعويض لائق وما تروح الأموال كلها سواه مثل ما يعني خايفين على هذا الشيء وتحدث رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني متطرقا إلى القوانين المقدمة في البرلمان على فترة طويلة ما قدرنا نتواصل مع حاكم مصر الفربنان السابق فاليوم حضرتك عن طالب بوينين يقرر البرلمان في عنا أنونين اليوم حكينا عنهم وتقدموا واحد هو استدانة بالدولار ودفع القروض بالدولار والأنون الثاني هو لشركة الكهرباء لتحويل إيراداتها للدولار لشراء الفيول تقدم منصوري بتصريح الذنب المالية والمصالح لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلوت كرم وأعضاء الهيئة عملا بأحكام القانون بعد توليه حاكمية مصرف لبنان بالإينابة ولفتا إلا أنه إذا أردنا استعادة فغة المواطن فنحن ملزمون اليوم أن نظهر للمواطنين أن كل المؤسسات الرقبية وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد لابد أن تعطى كل الوسائل اللازمة حتى تطلق عملها شكرا شكرا